بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن شاوي طبعا كل كابتلنا كبار جمهور النادي الاهلي في كل مكان بمبارك اكيد لمستر بيتسو مسماني المدير الفن في فريق النادي الاهلي بحييه طبعا على قراءته الفنية الاكثر من رائعة لهذه المباراة الشغل بدل حقيقة خلال 48 ساعة الماضية من تاكتك وجومة الفنية لكن عايز ابدأ معاه في البداية هدف شيكابالا كان محفظ اللعيبة شايف ان كان في بعض الاخطاء لهذه الهدف ولكن اللعبت الناد الاهلي قدت ان ازاي في الشوت الأولى نعم فن الفيديو جيد شيكابالا ست tre churches نعرف كلما عنه وقالو عنه ولكن لم نفعل كلنا لكننا علينا امتنا بقدم بقدمه امتنا نجعل طبعا فهم لم يمتنا بقدم الجراحة تعتقدم جراحة طبعا كما أنت نفهم ردال中 وقد قمت بشكل دفعي لذا هذا مهم جدا والمهم جداً هو علي لطفي هو شريف ربما يمكن أن يقول أنه هو شريف ولكن شريف دائما قمت بشكل دفعي ولكن لإعطاء علي أكبر أكبر شريف سأسفني سأعطي علي 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 ويقول لحياتك اللاجون شيكابالا فانح ذكرنا قبل مرشا حافظه اللعيبا هو شيكابالا بحب يعد العجله الشمال ويحطه على عدلته والأسف نعملوش الشغل ده في الملعب بس خلاص بيقول لحياتك اللعيب كبير ويعني لعيب بريلانت لعيب موهوب كويس أبو ميز بيقول بس خلاص احنا مهم أنه نفكر نأكس في الحاجات الإيجابية الحاجات الإيجابية أنه حسجلنا جونين شريف جاب جون برضو رائع والحاجات الإيجابية أن محمد شريف جاب جونين وده حاجة كويسة تديره ثقة وعي لطفي شافه إن رجل مباراة والنسة يختلف معي تقول محمد شريف رجل مباراة أو أعي لطفي موم اللي اتنين ده حاجة كويسة للفريق وتدي ثقة اليوم في المتشاط الجاية مباراة بثلاث نقاط زيها زيها مباراة في بطولة الدوري العام والنادي الأهلي عودنا على كده خلاص المباراة تنتهي نبدأ نفكر في القادم لكن أنا عايز أرجع لعلي لطفي مرة تاني تحضير مستوثماني لعلي لطفي النفسي إزاي لأن الحقيقة الجهز الكبير والمجود النفسي لبازل معي لطفي ظهر بشكل مميز جداً لأنه جاي من بعيدة يا دكتور عمر زي ما أنتعرف أجب أن أعطي كردد أيضاً لعلي لطفي ميشيل هو عمله هنا وقد عمله كل سنوات هو الذي يجب أن أعطي كردد ولكن علي لطفي أجب أن أتحدث عنه لأنه لا تحضر فقط تستمتع في القادم أنه ليس شرناوي لا تقريبك مع شرناوي لأنه يجب أن تكون جميلة فقط تستمتع في القادم وقد أستطيع أن أعطيه لا تحتاج إلى أي موتيفات ولكن هذا موتيفات سيجعله أكثر موتيفات وكذباً لقد أطلقنا في الوقت المفترض حياتك ويجب أن يكون حقه والعمل الشرق الأكبر ميشيل مداري بحواس المار لم يعمل معه أنا كلمت معه ومما كانت معه قلت له لا تدعي حمل نفسي من يجب أن يستمتع ويلعب لعبك العادي وإنت عالي لطفي لا تقلنش نفسك بحد ركز ويلعب وأعتقد أنه جاءه في الوقت المناسب وقلب لنا الفوز قلت له قلت له نعم لا يحتاج أي موتيفات هذا موتيفات لا يحتاج أي تحفيز هذا موتيفات لا يحتاج أي تحفيز لكنه لم يحتاج أي تحفيز كان جائز نفسي نعم 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 شكرا نعم نعم كوالسنا كوالس لقاء مباراة الزمالي بفوز النادي الآلي القادم أفضل إن شاء الله لفريق النادي الآلي سواء في بطولة الدوري العام أو البطولة الأفريقية لكن في هذه اللحظات عبدالسطور التحليلي والكابتن أيمن شاوي عبدالحفيز مدير الكربية النادي الآلي كابتسايد مبروكا كابتسايد فوز مهم مباراة في الدوري زي هذا أي مباراة لكن الظروف الاستثنائية اللي فيها لعابة النادي الآلي من الإصابات خلت فيه دوافعة كبيرة خلت فيه إصرار كلامك على طول بتقول اللي يفرق في المباراة دي شخصية اللعيبة حابب تقولي النهار ده عليك أقول الحمد لله طبعا أنا قلت اللعبة دلوقتي مبروك يا أرجال اللعبة في مصر مبروك أحسن اللعبة في مصر لكن في نفس الوقت هي مباراة من ضمن بطولة الدوري بعد يومين عندنا مباراة شارسة جدا مع اسموحة عندنا مباراة في منتهى العنف والقوة مع اسموحة فلازم نستعدلها كويس إحنا حضرنا للمباراة كويس حضرنا لفرقة الزمالك كويس احترامنا فرقة الزمالك طبعا عندنا غيابات كتير جدا 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 لكن يعني لو أعدلك هي فرقة يعني لو خدناها من تحت كده الشناوي ما أدراك ما الشناوي محمد هاني وعندك ياسر إبراهيم وعندك محمود متولي وعلي معلول يعني التيم ده أو الفرقة دي أو المجموعة دي مباراة النهاردة ما حدش هيقول حاجة خلص لان هما اساسي ومنتخبات في النص الملعب عندي حمدي فتحي وعندي آآ كريم ندفيد ومحمد محمود وقا ايه يعني انت عندك فرقة كاملة بتلعب اساسي وبتاخد مطرق مش موجودة لكن هو السؤال هنا يعني طالما انت دخلت النادي الاهلي لازم تتحلى بشخصية النادي الاهلي لازم تتحلى بصفات النادي الاهلي لازم تتحلى بمقاومات الشرط اللي انت بتلبسه الا واهمها واقواها ان انت يكون عندك شخصية شخصية قوية جدا 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 ربنا هيديك التوفيق طالما انت مخلص للشيء ده وطالما انت بتأدي بشكله كويس جدا الحمد لله ربنا ادينا النهاردة وكسبنا لكن بمجرد ما هنروح لبيوتنا وبكرا هنستعد هيبقى عندنا حس احضار واستعداد لمباراة مش عايز اقول اكثر عنفا لكن هتبقى مهمة جدا جدا في مشوارنا علي لوتفي وانا الحقيقة عايز اتكلم عليه بمعاكا كارتسايد لان واضح تركيزه الكبير جاي من بعيد بقى له فترة كبيرة لكن زي ما انت قلت الشخصية كل لعب في هذه المباراة حسمت تصديل ضربة الجزاء ويقاتل المباراة كان عمر مهم برضو هرجع واقول انا دايما بقول للعيبة ربنا هيديك في وقت ما الوقت ده تلا ما انت مخلص للشيء ده برضو ربنا هيديك في وقت مش شرط انت اللي تختاره ربنا اللي هيختاره اعتقد ان النهاردة علي لو لعب مثلا عشر مباراة خمستاشر مباراة مش هيوصل للدرجة دي لكن في نفس الوقت فات مباراة الزمالك فاتت مباراة الزمالك عدت اوكي هنحتاجها في عدد النقاط بعد كده لكن ايها مباراة طبعا محترم لها الزمالك وبادره لكن مباراة من ضمن بصابة الدورية شكرا